السلام عليكم ازايكو حباب سوبر ميمو الفكرة النهاردة بتاعت الفيديو ان شاء الله هنعمل حاجات فكرة جميلة كده للعيد من الشنط بتاعت الهدوم هنعمل منها فكرة جميلة جدا للعيد تعالوا كده نبتدي بسم الله هجيب كده كيس زي الكيس اللي قدام حضراتكو ده وهبتدي اخد منه الطول سبعتاشر سنتي كده بالمسطرة والعارض سبعة ونصف سنتي وهوصلهم كده بالضبط كده وهقص الجزء اللي انا وصلته ده بالمقص بشرط يكون زي ما انتم شايفين كده من جنب الكيس لازم طرف من الطول يبقى مقفول يا بنات او لو مش متوفر بقى خلاص ممكن تعملي اتنين ورقتين بالضبط يبقى نفس الطول والعرض وبتقفليه طبعا بقى بالشمع من الجنب ده كده مقفول جاهز علشان يعني ما تتعبش عملت هنا علامة تمويج زي ما انتم شايفين كده حضراتكم وقصتها بالمقص اه على الشكل على العلامة اللي علمتها بالقلم جبت بقى المسدس الشمع وبلزق من الطروف وهلزق القعدة برضو بالمسدس ونحاول نلزق من الطرف خالص خمنوا كده معايا انا بعمل ايه للعيد ده الشكل اهو هجي بقى برضو بالنفس الكيس اللي انا قطع منه للشكل اللي بعمله هقطع منه دايرة كده زغنونة لو عندك المسدرة اللي هي بتاعة الاشكال الهندسية اللي فيها الدواير دي برضو هتبقى افضل لو مش عندك الدايرة كده بالقلم وقصيها هنا هعمل برضو انا جبت عندي من الاكياس دي الوان كتير بقى انت بقى ورحتك والالوان يعني الالوان المتوفرة عندك عملت هنا كده شكل فستان باللون برضو ده كيس بس لونه بنك عملت منه شكل الفستان رسمته كده وعملت منه فستان اهو وجبت برضو قطعة من الكيس الابيض ورسمت الايد طبعا اه انتو كده دلوقتي بانت كده شوية ان انا برسم بنت اه الايد الدراع بتاعها برسمه كده طالع لفوق والدراع التاني برضو هنرسمه هرسم دلوقتي بقى الشعر بالضبط كده زي ما انتم شايفين وبرسم بالقلم الاول واحدة اطول من واحدة او واحدة اثار من واحدة حول الاتنين يبقوا طول بعض بالشكل ده يبقى عملت الراس والوش والرقبة كل ده بالكيس الابيض وعملت الدراعين برضو بالكيس الابيض والشعر كان فيه كده كده كتابة بمكتوبة على الكيس الابيض باللون الدهبي عملت منه الشعر وهلزقه زي ما انتم شايفين كده في نص الراس كده وحاول ان لزق بقى الدراعات في مكانها والرجلين في مكانها وازبط كده الدنيا خمنوا كده اقولوا ان انا بعمل ايه للعيد حاجة هتطلع في الاخر طحفة جدا واللي هيتبسط بها بقى في الاخر اولادنا هيتبسطوا بها في الاخر جبت كده القلم الاسود وعملت العين رسمتها كده ورسمت برضو بالمناخير والبق باللون الاحمر كده بعد ما لزقت البنت ده استراص لبتازين بيبقوا موجود عند بتوع الابار والخيط بالزق كده اكسيسرز للبنت في اديها اه وفي الفستان برضو بالزق حتة برضو كده على الوسط وخلي بالكوا بنات وانتو بتلزقوا بالمسدس الشمع على الاكياس دي الاكياس دي بتبقى ضعيفة جدا اه ما بتتحملش الحرارة يعني تلزقوا من بعيد كده شوية او ما تكونوش مسخنين المسدس او الشمع اه 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 يعني تكونوا سايبينوا فترة وسخن جدا لان هيقطع معاكم الاكياس دي لان ما بتستحملش الحرارة جبت برضو من الشريط ده وحطيت على الشعر وعملت كده على الرقبة برضو بالمنظر ده وبحاول لو في لزق وانا بلزق كده من من جوة بفكه بجيب برضو ده برضو كيس اسود هعمل منه شرائط رفيعة خالص تلت شرائط بالزبط هعمل منهم اهو من الكيس الاسود وهجيب برضو من الاكياس دي اللون اخضر ولون بينك اللي انا عاملة منه الفستان واللون الاسود اللي انا قصة منه برضو الشرايط وهعمل منهم ايه البلالين اهو واقص كده انا برسم بالقلم علشان الموضوع يبقى بالنسبة لي سهل ما اقصش ولغبط الدنيا عملت بالونة سودا وبالونة بينك وبالونة خضرة بشرايط سودا اه انتي بقى طبعا المتحكمة في الالوان يعني انا الاكياس دي اللي كايت متوفرة عندي انتي لو عندك اكياس الوان تانية انتي تقدر تتحكمي في الالوان ممكن لو مش عندك الاكياس وعايزة تعمل الفكرة ممكن بالورق الجوخ بيتجمن عند اي مكتبة او لو مش عايزة لو مش ملقتيش الجوخ ممكن بورق الفوم عادي يعني بس انا بقولك يعني على المتوفر الموجود عندك انا عملته بالاكياس اللي بتاعت الهدوم وجميلة فكرة جميلة جدا ولزقت كده البلالين مع بعض وبحاول اشيل ايد البنت علشان ايه الزق من تحتها على اساس اللي هي مسكة ايه البلالين بالشكل ده ده بقى فصوص لولي برضو للتزيين هجبها كده وزين بها من طروف اه طبعا الشكل كده واضح دي توزيعات العيد اه كل سنة وحضراتكو طيبين اه طبعا انا عملتها بنتي فرحت بها جدا طبعا احنا لسه في رمضان بس فرحت بها جدا ممكن تحطوا بقى العيدية فيها وتفرحوا بها بقى حبايبكو كلهم اه هيفرحوا بها جدا اه لما تدلهم العيدية في التوزيع دي اه بجد بتفرق جدا مع الاولاد وطبعا بتفرحهم وبتساعدهم والهدف طبعا من العيد ان احنا نفرح ولادنا وحبايبنا وعيد ساعد على حضراتكم جميعا ان شاء الله كل سنة وحضراتكو طيبين اشتركوا في القناة